سننزل تحت كنا نرى الـ Input و Output كلام مكتوب وبعدين رقم 5 احنا قلنا الأرقام دي أهم حاجة عشان الكمبيوتر يتعامل مع أرقامه وبعدين 5 سطور كل سطر فيه رقم 1 2 3 4 5 ما الواضح والمنطقي قوي ان دي فورلوب من 1 لخمسة او فورلوب من 1 لحد أمن اللي هو الرقم اللي اليوزر حدخله بس فيه حاجة هنا شدة انتباهي هي كلمة Easy Level Easy Level دي تحديد للقوة درجة الصعوبة Easy و Medium و Hard فبالنسبة لي دي كأنها رقم انا لو قلتلك مثلا درجة الصعوبة 1 او 2 او 3 فانت هتتخيل automatic ان واحد دي سهلة و 2 اصعب شوية و 3 دي اصعب خالص فEasy Level دي بالنسبة لي رقم يعني دي حاجة انا لازم احطها بعين الاعتبار فقام صحيح البروغرام شكله فورلوب بس فيه حاجة في الفورلوب فيه حاجة عايزة تتضبط فهطلع فوق هنا على Your Task Your Task هنا فيها Easy و Medium و Hard من غير معرف انجليزي من غير معرف انجليزي انا هلاقي Easy و Medium و Hard مكتوبين طيب و كلمة Easy قبليها من 1 ل 33 طب انا كنت بضع هنا من 1 ل 5 طب و دول اصغر من 31 فطبيعي ان هم يكونوا Easy بس لو كان اكتر من 34 كان هيبقى Medium من 34 ل 66 Medium وبعدين من 67 ل 100 ده Hard طيب فحاجة كده و انا باكتب بقى المسألة هكتبها ازاي هعمل و واحد اسمه Total Problems اللي هو الرقم اليوزر حدخله واحد اسمه Problem Number اللي هو الرقم الي انا همشي عليه و هقول اليوزر يدخل الرقم و هسكان Total Problems و اعمل فورلوب من اول واحد و الفورلوب دي هتبقى ال Problem Number اصغر من او تساوي Total Problems عشان الرقم الي اليوزر حدخله اللي هي خمسة معانا انا هبدأ من واحد واستنى عنده خمسة فخمسة معانا طيب زي ما اتفقنا الكمبيوتر بيعد من زيرو فكلمة من واحد قالينا احنا بس كبان قدمين يعني والمسألة طلبة مني ان انا اعد من واحد عادي زي ما احنا بنعد كبان قدمين فانا هعمل كده طيب الفور خلاص شرحناها و هتعمل Problem Number Plus Plus واول حاجة في الفور اول سطر حضع ال Problem برسنتج دي اللي هو رقم المسألة بس بعد كده بقى في مشكلة اللي هو انا عايز اعرف هي Easy ولا Medium ولا Hard الفور عندي بتبدأ من واحد فانا كده كده متأكد ان الرقم يا اما واحد يا اما اكبر فاول حاجة حاملة تشيك هو اصغر او تساوي من 33 ولا يعني هي اصغر من او تساوي 33 لان هي كده كده من واحد او اكبر انا بدأ من واحد فمش محتاجة تشيك عليه لو اصغر من او تساوي 33 حضع Easy Level وكمل الجملة واعمل Back Slash N طيب Else لو هي مش اصغر من 33 يبقى اكيد طالما الif دي ما اشتغلتش اكيد الرقم اكبر من 33 يبقى اول حاجة اكيد هو 34 او اكتر في الحالة دي هعمل ايه هعمل Else if ان ال Problem ده اصغر من 66 مش هتشيك بقى هو اكبر من 34 ولا لا او اكبر من 33 ولا لا لان هو مش هيجيلي الا لو هو اكبر طيب هعمل تشيك واطبع Medium طيب لو ما دخلش في التشيك دي معناها ايه؟ معناها ان هو اكيد اكبر من 66 يبقى هو بادئ من 67 فما فوق في الحالة دي هعمل Else واطبع على طول طيب ليه ما اعملش تشيك ان هو اصغر من او تساوي 100 معانا لو طلعت فوق كده هلاقي ان المسألة مكتوب فيها Up to 100 من غير مقرأ كل دول برضو هي Automatic وانا بكتب ال Program هلاقي نفسي هنا عايز اتأكد اعمل ايه؟ اكتب تشيك ايه؟ فهطلع فوق اشوف والله المدير بتاعي او الشخص اللي ادالي تسك ان انا اعملها قال لي قبطه 100 قال لي اخرج 100 فانا مش محتاجة تشيك هو مش هيجزب عليك لو انت هنا في شركة حد ادالك تسك المدير بتاعك ادالك تسك فانت لازم تتأكد ان كل كلمة مكتوبة في التسك هي صح يا رجل مش هيجزب عليك ابدا احنا في الاخر تيم بنتعاون مع بعض عشان نعمل شغل كويس فاللي هو كذبه اكيد هو صح طيب ليه بقولي المعلومة دي عشان فيه ناس بتعمل تشيك كتير بقى ايجي هنا يقولي ايه ان total problems اكبر من 100 print error مش عارف لا انا مش محتاج هنا طالما انا هنا قلتلك ان اخرج 100 يبقى اخرج 100 صدقني لا ما تضيعش وقتك يعني في كتابة كود زيادة لو حصل غلطة لان مش هيحصل غلطة تمام يبقى كده المسألة خلصت حابب بس اوضح حاجة بعد المسألة دي ان في ناس شايفين ان البرمجة صعبة او كده وبعطولي يقولي البرمجة صعبة او كده نعمل ايه انت كل اللي محتاجه ان انت بس تبريكتس زيادة انا الواحتي مثلا لما بصيت هنا وقلت easy level او medium او hard طب ليه انا جيب بالي كده انا ببصلها كمبرمج نظرتي كمبرمج ليها اتكونت عشان انا حلت مسائل كتير جدا في حياتي حلت اكتر من 1000 مسألة فانا انا فاهم المايندسيت بتاعتي زي المبرمجين كل ما اشوف حاجة اقدر بسرعة اترجمها لبرنامج او الكود من غير مقرة كتير مش محتاجة مقرة كتير فانت نفس الموضوع انت بس مع الوقت ومع التمرين هتلاقي الموضوع سهل لو في حاجة حاس ان انا فهمها اكتر منك فده طبيعي عشان انا حليت اكتر منك هي الموضوع ليه علاقة بالخبرة بس فانت ما تقلقش لو حاس ان في حاجة صعبة انت الموضوع كله في الاول بيكون كل حاجة صعبة اي حاجة بتتعلمها في الاول بتحس انها صعبة موضوعها بس محتاج براكتس وانك تحاول تاني وتحل تاني وتحل تالت وتحل رابع حل مسائل كتير هتلاقي الحياة بعد كده سهلة كده